تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي من العاشر إلى الثاني عشر أكتوبر الجاري اجتماعين هامين لتفاوض بشأن تأمين حاجية أوروبا من الغاز وأفدت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أن الوزير محمد عرقاب ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون سيشرفان على الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يُعقد في العاشر من الشهر الجاري ستتبع هذا الاجتماع أشغال منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة المقرر عقده يومي الحادي عشر والثاني عشر أكتوبر لمناقشة الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة والدخول في شركات متبادلة المنفعة في ضوء الوضع الحالي للطاقة